لكن بيان يكمل في الضغط السياسي ويعمل سند لمصر والسودان في الملف لكن من الناحية بقى دي الناحية السياسية من الناحية الفنية بقى ومن ناحية التأثير المباشر ظهر في الفترة الأخيرة دراسة للدكتور عصام حجي العالم المصري وطرحها ضمن شراكة علمية مع أكثر من جهة وقدمها وبدى وكأن هذه الدراسة كانت تقدم حقائق مفزعة جدا عن مصير المياه في مصر إن تم مشروع سد النهضة على النحو الذي تريده أثيوبيا الدراسة أخذها طبعا فصيل الإخوان وتعامل معها لأنه انتصار رهيب مروع وهزيمة منكرة لمصر والدولة المصرية أو للنظام المصري في تصورهم فأنا عايز أفصل السياسة عن العلم في الدراسة دي عايز ألجأ إلى حضرتك أن نحن ناقش هذه الدراسة ونفند ما قدمته كمعلومات علمية من عدمها والاستغلال والاستخدام السياسي ده موضوع شأن آخر نعم هو قبل ما نترك الموضوع بتاع جمعة الدول العربية والدعم السياسي علق وزير الخارجية الإثيوبي اليوم بأنه استنكر البيان معناه أنه هو وجعهم نطلع بيان طبعا وأنه ده معناه أنه وجعهم وأنه الموقف العربي أصبح قوي ولكن كنت أتمنى أنه الموقف ده يكتمل بأن الدول العربية وعلى الأخص الدول الخالجية تمارس ضغطا على إثيوبيا لأن الاستثمارات العربية في إثيوبيا تقارب من العشرين مليار دولار بيستثمر هناك على الترتيب المملكة العربية السعودية كأكبر مستثمر منهم واحد بس الشيخ العمودي اتنين مليار دولار في مصانع أسفان بس هنا شفنا الوزير السعودي المسؤول عن العلاقات الأفريقية السفير أحمد القطان وهو بيزور أثيوبيا في اليوم التالي للقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس سيسي في شرم الشيخ يعني برضو يبدو أنه تمت تحركا عربيا سعوديا في هذا الإطار ما هي شكرا أبو أن أقول لك أنه كنا نرجو أن هذا البيان يصاحبه أنه وعد من الدول الخالجية على وجه الخصوص حالك قلت لي السعودية رقم واحد السعودية رقم واحد دولة الإمارات العربية رقم اثنين الكويت وخطر رقم ثلاثة واربعة على الترتيب ودول إجمالي استثماراتهم يطرب من العشرين مليار دولار وبالتالي ممارس الضغوط على أثيوبيا في إيدهم إنه يقدروا لو عايزين نوصل لاتفاق نقدر نوصل إنما كل ما نفتح الموضوع ده معهم يقول لك لينا مصالح في أثيوبيا دي مشكلتكو معين إحنا بنا وبن بعد معهد الدفاع مشترك وبالتالي نحن نطمعنين في موقف كده الأمن القوم المصري ملك فيصل اللي هو التلويح بسلاح البترول علشان موقف لا واستخدمه في أربى تلاتة وسبعين عندما ضغط على العالم وعرف للعالم إن العرب قوة وده هنرجع له بعد كده إنه لازم العالم كمان كان فيه عائد اقتصادي مروع لأنه طبعا انفجار في أسعار البترول هدت إلى ثروة هائلة للمسعوب العربية بس للحقيقة هم مخططوش لأنهم حيستفيده بعد كده هو الأول موقف قوي مساند لمصر ثم تبعه إنه هذا الشح البترولي نتج عنه ارتفاع أسعار البترول وإدراك العرب إنه سلح جبار وسلح جميل ثم إدراك العالم إن العرب قوة لا يستهام بها في هذا المجال وبعدها بدأ بقى تطوير الوقود الحيوي وبدأ للبترول ومش عارف إيه عشان ما نفضلش عبيد للعرب طول عمرنا فده الجزء كنت أتمنى أن يتبع القرار دعوة لدول التي تستشمر في إسيوبيا لممارسة الضغوط أو التوسط على الأقل ما بين الموقف المصري السوداني والموقف الإسيوبي وهم قادرون إذا أرادوا أن نصل إلى حلول كنا قدرنا نصل لها من خمس سنين فاتت وعلى الأخص المملكة والإمارات على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر